السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصفة الرابعة الابتدائي أهلا بكم حباب الحلوين في درس جديد من دروس اللغة العربية هنالنهاردة ان شاء الله بإذن الله هناخد مع بعضنا تاني درس موجود معنا في الموضوع الأول من المحور الرابع هنشرحنا قبل كده مع بعضنا في الحصة لفاتة نص الاستماع اللي هو الفصل الأول بين الماضي والحاضر وان شاء الله بإذن الله هناخد شعر الشعر اللي معنا النهاردة بعنوان إلى أبناء المدارس قبل ما ناخد الشعر دوت وقبل ما نعرف مين اللي قيله هنبدأ بس الدرس بتاعنا بنشاط رقم واحد فكر النشاط الأولاني في كتاب المدرسة بيقول لي اكتب جملة تعبر عن الصورة الموجودة أمامك بيقول لي اكتب جملة تعبر عن الصورة الموجودة ايه أمامك ممكن نقول يا ولاد الجملة بتاعتنا العلم يجعل الدولة قوية العلم يجعل الدولة ايه قوية ممكن نقول كمان العلم ينهض بالدولة اقتصاديا العلم ينهض بالدولة ايه اقتصاديا ممكن نقول الإنسان ينهض ويتطور بالعلم الإنسان ينهض ويتطور بإيه بالعلم طيب نشاط رقم 2 أقرأ وأكتشف معنا مجموعة من الكلمات الجديدة اللي هل لقيها موجودة معنا في النص فإحنا قبل ما نشوف الكلمات ديت العازم نكتشف معناها لازم نكتشف المعنى بتاعها ونحطها بجملة علشان لما وإحنا بنقرأ النص يا حبيبي نبقى فاهمين إيه نبقى فاهمين مواضع الكلمات ديت الكلمة الأولى معي بتقول لي كفا يعني كفا يعني يستغنى ب كفا معناها يستغنى إيه ب طب الجملة بتاعتها اللي هي إيه بالقناعة يستغنى الإنسان عن الناس بالقناعة يستغني الإنسان عن مين عن الناس يبين يعني يبين يعني يكشف أو يظهر يبين معناها إيه يكشف أو يظهر يبين معناها يكشف أو إيه أولاد أو يظهر طب الجملة بتاعتها ممكن نقول يظهر المحامي دليل البراءة يظهر المحامي دليل إيه البراءة الجملة اللي بعد كده او الكلمة اللي معنا اللي بعد كده اللي هي كلمة علوان علوان يعني عظمة ورفعة علوان معناها ايه عظمة ورفعة طيب الجملة بتاعتها قرأته عن عظمة جنود مصر البواسل قرأته عن عظمة جنود مصر ايه البواسل الكلمة التانية اللي موجودة معنا نصيرة يعني كلمة نصيرة يعني مؤيد ومناصر كلمة نصيرة معناها مؤيد وايه ومناصر طيب الجملة بتاعتها الظالم لا يجد مؤيدا ولا مناصرا له الظالم لا يجد مؤيدا ولا مناصرا ايه? له. المجد ايه هو معنى كلمة المجد? معناها رفع او نبل او شرف. دي كل الكلمات ديات معنى كلمة المجد. نبل رفع شرف. دي كل معنى كلمة ايه يا ولاد? المجد. طب نحطها بجملة كده. النبل والشرف من صفات المصريين. النبل والشرف من صفات مين? المصريين. ارتوت. يعني ايه كلمة ارتوت? ما معنى كلمة ارتوت معناها ايه يا ولاد معناها سقيت بماء كثير سقيت بماء ايه كثير الجملة بتاعتها شربت القطة حتى ارتوت شربت القطة حتى ايه حتى ارتوت فايدة او يفيد معناها كثرة او زيادة فايدة معناها كثرة او ايه او زيادة يأتي الفيضان كل عام بكثرة وزيادة يأتي الفيضان كل عام بكثرة ايه وزيادة طيب دي معاني الكلمات اللي موجودة معنا علشان هتقابلنا شوية كمان شوية في في النص الشاري اللي موجود مع نا. تمام? فاول حاجة كافة يعني استغنى به. يبين يعني يكشف او آآ يزهر. تمام? آآ يبين معناها ان يكشف او يزهر. علوا يعني عظمة ورفعة. نصيرا يعني مؤيدا ومناصرا. المجد اللي هو الرفعة او النبلة او الشرف. ارتوت يعني سقيت بماء كثيرا. بفايد معناها كثرة او ايه? كثرة او زيادة. يلا بنا حبيبنا نشوف النص اللي موجود معنا اللي هو الى ابناء المدارس. اولا الشعر دوت للشاعر معروف عبدالغني عبدالغني البغدادي الرصافي. الشاعر معروف عبدالغني البغدادي مين الرصافي. وده شاعر العراق في عصره من اعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق. عبدالغني البغدادي الرصافي ده شاعر العراق في عصره من اعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق ولد ببغداد ونشأ بها ولد ببغداد ونشأ ايه ولاد بها اشتغل بالتعليم ونظم اروع قصائده فعين معلمة للعربية ثم استاذ للادب العربي في دار المعلمين بالقدس وزارة مصر عام الف تسعمية ستة ايه وتلاتين كلنا عايزك تعرفوا ان الشعر لابناء المدارس دوت لمين للشعر معروف عبدالغني البغدادي مين الرصافي هنقرأ النص مع بعضنا حبابي ونشرح النص ونشرح كمان مواطن جمال الموجودة معنا في في النص بتاعنا يلا بينا حبيبان ها اقرأ كده وبعد كده ايه نقرأه كمان مرة مع بعضنا يلا بينا كفى بالعلم في الظلمات نورا يبين في الحياة لن امورا اقبنا المدارس ان نفسي تؤمل فيكم الامل الكبيرة ستكتسب البلاد بكم علوا اذا وجدت لها منكم نصيرا واصبحتم بها للعز حصنا وكنتم حولها للمجد صورا اذا ارتوت البلاد بفيد علم فعاجز اهلها يمسي قديرا ويقوى من يكون بها ضعيفا ويغنى من يعيش بها فقيرا نقول كمان مرة مع بعض الشعر اللي معنا اسمه الى ابناء المدارس الشعر من معروف عبدالغني البغدادي الرصافي كفى بالعلم في الظلمات نورا يبين في الحياة لن الامورا اقبنا المدارس ان نفسي تؤمل فيكم الامل الكبيرة ستكتسب البلاد بكم علوا اذا وجدت لها منكم نصيرا واصبحتم بها للعز حصنا وكنتم حولها للمجد صورا اذا ارتوت البلاد بفيض علم فعاجز اهلها يمسي قديرا ويقوى من يكون بها ضعيفا ويغنى من يعيش بها فقيرا ده اللي هو يا حبيب اللي هو النص الشعري اللي موجود معنا وعرفنا معاني الكلمات الجديدة اللي موجودة معنا في النص اللي هو كلمة كفى خدناها معناها يستغنى به ويعني يبين معناها ايه يعني يكشف او يظهر وكمان كلمة علوا اللي هو ايه معنى كلمة علوا من يقول معايا برابع عليكم عظمة او او ايه اولاد او رفع طيب دلوقتي نشرح الابيات مع بعضنا اول حاجة يتحدث الشعر في هذا النص عن العلم قائلا الشعر اللي هو معروف مع معروف عبدالغني البغدادي الرصافي بيتكلم فيه عن العلم بيقول ايه في البيت الاولاني بيقول العلم هو النور الذي يزيل ظلمات الجهل العلم دوت ده هو النور اللي بيزيل ظلمات ايه الجهل ويكشف حقيقة الامور ويكشف حقيقة ايه الامور طيب في البيت الثاني اللي هو ابناء المدارس ان نفسي تؤمل فيكم الامل الكبيرة بيقول أبناء المدارس هم الأمل الكبير لبناء مستقبل الوطن المشرق ستكتسب البلاد بكم علوى إذا وجدت لها منكم نصيرا يعني الشعر بيقول أبناء المدارس خير معين ونصير لرفعة شأن الوطن البيت الرابع بيقول لنا فيه الشعر أبناء المدارس هم حاملوا شرف البلاد والرافعون لمكانتها والمدافعون عن رفعتها وعزها أبناء المدارس هم حاملوا شرف من البلاد والرافعون لمكانتها والمدافعون عن رفعتها وعزتها في البيت الخامس والسادس إذا ارتوت البلاد بفائد علم فعاجز أهلها يمسي قاديرا ويقوى من يكون بها ضعيفا ويغنى من يعيش بها فقيرا بيقول الشعر إذا انتشر العلم في البلاد فإنه يجعل العاجز قادر والضعيف قوي والفقير غني لو العلم انتشر في البلاد فإنه بيجعل العاجز قادر والضعيف بيخليه قوي والفقير بيخليه أولاد غني ده شرح الأبيئات ننتقل بعد ذلك إلى مواطن الجمال وزي ما احنا عارفين في أي نص شعري بنتطلع التعبيرات المجازية قد نشرحنا النص ونشوف بقى مواطن الجمال فألاقي في البيت الأول اللي معانا كفى بالعلم في الظلمات نورة ده تعبير مجازي حيث صور الشعر العلم بالنور تعبير مجازي الشعر صور فيه العلم بيأولاد بالنور يبين في الحياة اللي لنأمورة ده تعبير مجازي حيث صور الشعر برضو العلم بإنسان بيوضح الأمور صور الشعر العلم ان هو إنسان يوضح يا أولاد يوضح الأمور ستكتسب البلاد بكم علوا تعبير مجازي أيضا حيث صور الشعر البلاد بإنسان يكتسب العلو صور الشعر البلاد بإنسان يكتسب العلو وأصبحتم بها للعز حصنا تعبير مجازي حيث صور الشعر أبناء المدارس بالحصن وصور العز بشيء مادي يحمى صور العز بشيء مادي يحمى وكنتم حولها للمجد صورة تعبير مجازي أيضا حيث صور الشعر أبناء المدارس بالصور وصور المجد بشيء مادي يحافظ عليه يحافظ إيه؟ علي إذا ارتوت البلاد بفيدة علم تعبير مجازي حيث تصور الشعر مين البلاد بيه بالشجرة التي ترتوي بالمياه صور الشعر البلاد بالشجرة اللي هي بترتوي بيه أولاد ترتوي بالمياه ويقوى من يكون بها ضعيفا تعبير مجازي حيث برضو ايه صور الشعر العلم بالسلاح الذي يجعل الضعيف قوي انت سلح به انت سلح ايه به آخر حاجة موجودة معنا في التعبيرات المجازية ومن مواطن الجمال ويغنى من يعيش بها فقيرا ده تعبير مجازي حيث صور الشعر العلم بالثروة التي تجعل الفقير غني صور الشعر العلم بالثروة اللي بتخلي الفقير يا ولاد بتخليه غني بتخلي الفقير يا حبيبي بتخليه غني باشنا كده اخدنا انشار енняة اه الابيات اللي موجودة معنا وارفنا الابيت دي تلمين وكمان عرفنا اولاد مواطن الجمال واستكشفنا معاني الكلمات اللي هي موجودة ايه في النص يلا بنا يا حبيبي بعد كده نحل الانشاطة اللي موجودة على آآ النص دوت في كتاب المدرسة نشاط رقم اتنين بيقول لي بعد قراءتك الابيات اجمل على الاسئلة الاتية. بعد ما احنا قررنا الابيات ديت عايزين يجاوب على الاسئلة اللي موجودة قدامنا. اول حاجة اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. يتحدث معروف الرصافي في الشعر عن امية اللعب ولا التعليم الحضارة ولا بيتكلم عن ايه معروف الرصافي في الابيات ديت. بتكلم عن ايه يا حبيبي بيتكلم عن التعليم يبقى هو بيتكلم عن ايه عن التعليم. رسالة الشاعر موجهة لمين طلاب العلم ولا العاملين بالدولة ولا كبار السن طبعا الرسالة اللي موجهة طبعا لمين لطلاب العلم. رقم جيم جاءت كلمة يبين في الابيات بمعنى يناصر يربح يخشف يبين جاءت بمعنى ايه اولاد بمعنى يخشف احسنتم. طيب السؤال الثاني ضع علامة صح امام العبارة صحيحة وخطأ امامها غير الصحيحة. يفسر العلم الكثير من الاشياء غير المفهومة. الاجابة دي صح ام الوقت احسنتم. الاجابة صحيحة. الشاعر لا يطل بطلاب العلم. الشاعر لا يطل بتطلاب العلم. طبعا ايه اولاد؟ اجابة خطأ برافو عليكم. البلاد الضعيفة هي من تهتم بالعلم وطلابه. البلاد الضعيفة هي من تهتم بالعلم وطلابه. الاجابة ايه? اجابة خاطئ. نشاط رقم اتنين بيقول لي اكمل الجمل الاغاتية بكلمات من النص حسب المطلوب بين القوسين. عايزين نكمل الجمل اللي قدامنا ديه بالكلمات من النص حسب المطلوب بين ايه بين القوس ايه طيب رقم واحد عايزنا يجيب جمع كلمة بلد صديقتي نهى تحبه ان تسافر الى نقط العالم الواسع جمع بلد يا ولاد بلاد احسنتم نقطة التانية وحبه ان اكون نقط الحق مرادف مؤيد برافو عليكم اللي هي ايه ان اكون نصير الحق نصير معناها ايه مؤيد رقم تلاتة بنيت حوله حديقة المنزل احميها من التلف بنيت نقطة حول حديقة المنزل احميها من التلف مفرد اسوار احسنتم مفرد اسوار ايه صور رقم اربعة عايزنا جيب مضاد يخفي اشتريته كتابا الكثير من الامور عن علم الفضاء مضاد يخفي يبين يظهر او يكشف طبعا نشاط اللي بعد كده بيقول لي استخر من الابيات ما يعبر عن المعاني الاتية كالمثال العلم قادر على ان يجعل الضعيف قوي والفقير غني عايزين نجيب من الابيات اللي بيعبر عن الكلام دوت زي ما هو عمل المثال دوت ويقوى من يكون بها ضعيفا ويغنى من يعيش بها ايه بها فقيرا ده رقم واحد طب رقم اتنين يرتفع شأن البلاد بطلاب العلم ايه اللي في الابيات اللي احنا اخدناها يا اولاد اللي بيقدي نفس المعنى دوت اه ستكتسب البلاد بكم علوا اذا وجلت لها منكم نصيرا برابو رقم تلاتة ابناء المدارس هم الامل الكبير للشعر ابناء المدارس هم الامل الكبير للشعر هنلاقي البيت اللي بيدل على كده اه ابناء المدارس وان نفسي تؤمل فيكم الامل الكبير رقم اربعة العلم هو النور الذي يكشف لنا حقيقة الامور البيت اللي بيدل على كده كفى بالعلم في الظلمات نورة يبين في الحياة لنا الامورة ننتقل بعد ذلك الانشاط رقم اتنينها. بيقول لي اجب عن الاسئلة الااية لكل شعر فكرة ومغزة يريد ان يوصلها الى الجمهور. ما الفكرة الرئيسية للشعر يا أولاد? هل لقى الفكرة رئيسية للشعر اللي كان موجود معانا اللي هي بتتكلم عن اهمية العلم. بتتكلم عن اهمية ايه? العلم. الطيب الشعر بيوجه الرسالة بتاعته. يوجهها المين? الى طلاب العلم طبعا الى طلاب العلم. ما فوائد العلم كما ذكرها الشعر في فوائد العلم ايه يا حبابي اول حاجة العلم دوت نور بيكشف لنا الحقيقة العلم نور بيكشف لنا ايه الحقيقة تاني حاجة يرتفع شأن البلاد بالعلم يرتفع شأن البلاد بايه بالعلم تالت فايدة موجودة معنا للعلم العلم يجعل الضعيف قوي والفقير غني يجعل الضعيف قوي والفقير يا حبابي والفقير غني نشاط اللي بعد كده اتنين واو اقرأ البيتين الايات يا عيم واستخرج منهما الكلمات التي لها النهاية نفسها عايزين نقرأ البيتيب دول ونطلع منهم إيه الكلمات اللي هي نفس النهاية كلمات يوكلها نفس النهاية وأصبحتوا بها للعزة حصنا وكنتم حولها للمجدي سورة إذا ارتوت البلاد بفايدة علم فعجزوا أهلها يمسي قدير عايزين نجيب كلمتين لهم نفس النهاية هلاقي برافو عليكم هلاقي كلمته هلاقي كلمة سورة هلاقي الكلمة الثانية اللي هي كلمة هي ولاقى كلمة قديرة نشاط رقم اتنين اقرأ البيتين الاتيين واستقري منهما التعبير المجازي. عايزين نقرأ الابيات ديت ونطلع منها التعبير المجازي. طب هو التعبير المجازي. وقلناه قبل كده وبنقرره تاني هو استخدام الالفاظ في معاني غير معناها الحقيقي. انا بستخدم اللفظ في معاني غير معناها ايه الحقيقي. لاطفاء الجمال على النص زي مسلا يجري العداء كالحصان. يجري العداء كالحصان. طب يلا بنا نقرأ البيتين دول ونطلع منهم التعبيرات المجازية اللي موجودة معنا. واصبحتم بها للعز حصنا وكنتم حولها للمجد سورة. اذا ارتوت البلاد بفايد علما فعاجز اهلها يمسي قديرا. ايه التعبيرات المجازية اللي موجودة معنا هنا يا حبابي. يلا كده نفكر مبعدين ونطلع. اصبحتم بها للعز حصنا. كنتم حولها للمجد سورة. اذا ارتوت البلاد بفايد علما. يبقى ديت التعبيرات المجازية اللي موجودة معنا فين في البيتين اللي احنا قرأناهم. ننتقل بعد ذلك الى نشاط لاحظ واكتشف اللي هو نشاط رقم ثلاثة. نشاط رقم ثلاثة دوت. بيقول لي اجيب عما يا لين. هنقرأ الفكرة اللي قدامنا ديت. وبعد كده هنجاوب على ايه? على السئلة اللي موجودة معنا على الفكرة. انطلقت الرحلة من المدرسة صباحا واستغرقنا في الطريق ساعة حتى وصلنا الى مكان الرحلة. ثم بدأ برنامج الرحلة بركوب الخيل حتى الواحدة مساء. ثم وقت للحر. ثم وقت للعب الحر. وتناولنا الطعام عصرا ركبنا الحافلة وعدنا الى المدرسة سعداء. طيب بعد ما احنا قررنا الفكرة ديت عايزين نجاوب على السئلة اللي موجودة عليها. رقم واحد بات انطلقت الرحلة. الرحلة انطلقت ايه? صباحا. متى انتهى وقت ركوب الخيل? متى انتهى وقت ركوب الخيل? زهرا. متى تناول الاطفال طعامهم? الاطفال تناول الطعام بتاعهم? امتى يا بابي? اه تناول اطفال طعمهم? عصرا. تناول الاطفال طعمهم ايه? عصرا. طيب. بيقول لي متى عادة الاطفال لمدرستهم? الاطفال اللي رجعوا امتى بقى ايه? للمدرسة بتاعتهم? عادة الاطفال مساء. عادة الاطفال ايه? مساء. رقم خمسة الكلمات الملونة ديت. اسماء ولا افعال ولا حروف? الكلمات الملونة هللاقي كلمة عندي صباحا عندي ساعة عندي عصرا عندي مساء عندي زهرا. الكلمات ديت هي ايه? اسمام. كلمات الملونة دي بتدل على زمان ولا مكان ولا حدث بتدل طبعا على زمان. طيب يتم السؤال عنها باستخدام ايه? كيف ولا اين ولا متى? طبعا ده بيتم السؤال عنها بمتى. نراجع مع بعضينا حباب اللي هو ظرف الزمان. الكلمات اللي قدامنا دي كلها ايوا برافو عليكم. دي بتدل على ظرف الزمان. بتدل على ظرف ايه? الزمان. ايه هو ظرف الزمان? اسم بيدل على زمن حدوث الفعل. وبسأل عنه بعد ذات الاستفهم متى. الكلام ده خدناه في وبنراجع له معانا برضو فين? بقى ظرف الزمان هو اسم بيدل على زمن حدوث الفعل. ويسأل عنه بأداة الاستفهام متى. طيب هنطبق برضو الكلام دوت سينشاط رقم ثلاثة بقى يقول لي اختار ظرف الزمان المناسب. عايزين اختار ظرف الزمان المناسب للست وجمل اللي موجودين قدامي. ظرف الزمان هلاقي اللي موجود بالاقواص غدا صيفا عاما امس صباحا اسبوعا. طيب يذهب الناس الى الشواطئ امتى? احسنتم. يذهب الناس الى الشواطئ صيفا. رقم اتنين. سافرت في بعثة لدراسة الكيمياء. سافرت في بعث ايه? عاما لدراسة الكيمياء. رقم تلاتة. يخرج الفلاح الى حقله. يخرج الفلاح الى حقله امتى اولاد? برافو عليكم صباحا. اربعة. زرت صديقي المريض امس. زرت صديقي المريض ايه? امس. قضيت اجازتي كاملا. اسبوعا. كاملا. قضيت اجازتي اسبوعا ايه? كاملا. سازهب للمكتبة الحي. سازهب للمكتبة الحي ايه يا ولاد? غدني. بظرف الزمان. ده هو اسمي بيدل على زمن حدوث ايه? الفعل. بس انا عنه بادات الاستفهام ايه يا حبابي? بادات الاستفهام متى? فيه كلمات تانية كتير بتدل على ظرف الزمان طبعا. غير اللي هي ايه? غير اللي موجودة قدامنا. نشاط رقم تلاتة جين بيقول لضع الظرف ظروف الزمان الاثية في جمل مفيدة. عايزين نحط ظروف الزمان اللي قدامنا ديك في جمل مفيدة. اول حاجة كلمة يوما. عايزين نحطها في جملة كده ممكن نقول ايه? او ممكن نقول قضيت يوما في مزرعة جدي. قضيت يوما في مزرعة ايه? جدي. طيب ليلا. رأيت القمر ليلا برافع عليكم. طيب كلمة نهارا. زكرتوا الدرس نهارا. زكرتوا الدرس ايه? نهارا. فجرا. فجرا. يحرس الجندي الحدود. فجرا. يحرس الجندي الحدود ايه? فجرا. احنا كده حطينا ظروف الزمان اللي موجودة قدامنا ديت في جملة ايه? في جملة مفيدة. النشاط اللي بعد كده بيقول عبر عن الصور الاتية مستخدما ظرف الزمان. عايزين نعبر عن الصور اللي قدامنا ديت باستخدام ظرف من يا اولاد باستخدام ظرف الزمان. الصورة الاولية كده عايزين نعبر عنها بمستخدم ظرف الزمان نقول يعمل الفلاح نهارا برافو يعمل الفلاح ايه نهارا. طب الصورة التانية ممكن نقول ايه? يتساقط الثلج شتاء يتساقط الثلج ايه? شتاء برافو. صورة التالتة نتناول المسلجات صيفا اللي احنا شايفينه فيها طبعا الاولاد بيقول ايه مسلجات نتناول مسلجات يا اولاد صيفا. نشاط اللي بعد كده بيقول اجيب عن الاسئلة الاتية. مستخدم ظرف الزمان. عايزين نجاوب على اسئلة قدامنا ديت. باستخدام ظرف الزمان. رقم واحد. متى تستيقظ من نومك? تستيقظ نومك امتى? استيقظ من نوم صباحا. رقم اتنين. متى تخرج الطيور من اعشاشها? تخرج الطيور من اعشاشها صباحا. رقم تلاتة متى ينطلق القطار? ينطلق القطار عصرا. رقم اربعة. متى تتناول وجبة العشاء? اتناول وجبة العشاء ايه? مساء. اتناول وجبة العشاء مساء. نشاط اللي بعد كده بيقول لي اكتب فقرة عن الصورة المقابلة من ثلاثة اسطور مستخدمة زرف الزمان. عايزين نكتب فقرة عن الصورة اللي قدامنا ديت. آآ من تلات سطور مستخدمين زرف اياه ولا مستخدمين زرف الزمان. ممكن نقول نذهب وللاسكندرية صيفا. نتنزه في المراكب وعصرا يصطاد الصيادون السمك صباحا. يبقى نذهب الاسكندرية صيفا. نتنزه في المراكب عصرا يصطاد الصيادون السمك صباحا. يصطاد الصيادون السمك يا ولاد صباح. نبقى احنا كتبنا فقرة عن الصورة اللي قدامنا من كوانة من تلات سطور بيستخدم زرف مين? زرف الزمان. طيب نشاط لحظ وتعلم بيقول لي اختر الجملة المجتمل على زرف الزمان ثم وضع خطا تحته. عايزين نختار الجملة اللي هي فيها زرف زمان ونحط خط يا ولاد تحت رقم واحد. نتناول غداء في منزل عصرا ولا نتناول غداء في المنزل. الان هو جملة اللي هي فيها زرف الزمان هتبقى ايه يا حبابي? هتبقى طبعا رقم واحد ونحط خط تحت كلمة عصرا. رقم اتنين تنبت لا زهار على الاشجار ولا تزهر الاشجار ربيعا. برافو عليكم هتبقى اللي هي رقم اتنين اللي هي تزهر تزهر الاشجار ايه? ربيعا. تزهر الاشجار ايه? ربيعا. طيب. رقم تلاتة. امارس الرياضة صباحا ولا امارس الرياضة في منزلي? طبعا الاولى اللي هي امارس الرياضة ايه صباحا ومننساش نعمل خط تحت ايه ظرف الزمان اللي موجود في في الجمل اللي احنا اخترناه. نشاط رقم اربعة باق بيقول لي اكمل بظرف مناسب مما بين القوسين. قدامنا فقرة كده عايزين نكمل بظرف مناسب من بين ايه? الاخواص. طيب الظروف اللي قدامنا كلمة ساعة شتاء نهارا ليلا مساء زهرا. رقم واحد بيقول لي تسقط الامطار امتى? برافو. تسقط الامطار هنختار كلمة شتاء. ويشتد البرد ايه? ليلا. برافو. ويكون اكثر دفئا ويكون اكثر دفئا يا حبيبي نهارا. وحين تشرق الشمس يخرج الناس لاعمالهم ويعودون الى منازلهم امتى? ويعودون الى منازلهم زهرا. فيتناولون طعامهم فيتناول طعام ايه مساء واجتمعون للقراءة واجتمعون للقراءة ايه? ساعة يوميا. واجتمعون القراءة ساعة يوميا. نشاط اللي بعد كده بيقول لي. اسرد احداث يومك. مستخدمى. ضرف الزمان. كل واحد فينا هيحكي التحاجات اللي بتحصل معاه في اليوم بتاعه. هيحكي الاحداث اللي بتحصل معاه في اليوم بتاعه. المستخدم الزمان. اترد احداث يومك. مستخدم من ظرف مين? زرف الزمان. هقول مسلا استيقظ من نومي صباحا. اتناول فطوري صباحا. ثم اذهب لمدرستي باكرا. اتعاون مع اصدقائي ونلعب معا سعداء ثم نعود من المدرسة ظهرا انتظر رجوع ابي من العمل ونتناول الطعام عصرا ثم اذاكر دروسي واخيرا انام ليلا وبدأ دي الحاجات اللي بتحصل معا كل واحد فيكم ان هو بيسحى من النوم بيتناول فطور بتاعه بعد كده بيروح المدرسة بعد كده بيتعاون مع اصحابه وبيلعم معهم وبعد كده بيرجع من المدرسة ظهرا وبعد كده بينتظر رجوع باباه من العمل وبيتناول الطعام بتاعه واخر حاجة بيذكر الدروس بتاعت وبيروح ايه وبيروح نايم بالليل نشاط رقم خمسة شارك انت شاعر اكتب جملتين من تأليفك لهما النهاية نفسها تعبر فيهما عن اهمية دور المعلم في المجتمع عايزين نكتب كده يا ولاد جملتين اه كل واحد فينا يعبر فيهم عن اهمية دور المعلم في في المجتمع ممكن نقول العلم نور في السماء ودور المعلم مثل الماء نحترم المعلم حين اللقاء وحق المعلم هو الوفاء العلم نور في السماء ودور المعلم مثل الماء نحترم المعلم حين اللقاء وحق المعلم هو الوفاء وحق المعلم ايه هو الوفاء نشاط رقم خمسة با اكتب ما يمل عليك اللي هو نشاط الاملاء يلا بنا حباب نتملع مع بعضنا السطرين دول العلم هو الذي العلم هو الذي يزين الانسان ويزيده جمالا العلم يبني بيوتا لا عمادة لها الجهل يهدم بيت العز والكرم فقرأ وتعلم لتشارك نهضة وتطور بلدك تشارك نهضة وتطور بلدك ولكن من مرة العلم هو الذي يزين الانسان ويزيده جمالا العلم يبني بيوتا لا عمادة لها الجهل يهدم بيت العز والكرم فقرأ وتعلم لتشارك نهضة تطور بلدك ده الاملاء اللي كانت موجودة ايه معنا على هذا الدرس اخر حاجة اكتب بخط جميل التعليم قياس مهم جدا لقياس نهضة الشعوب كل واحد فينا حبابي يكتب الجملة اللي موجودة قدامنا ديت بخط ايه بكويس واحنا كده نكون تخلصنا الدرس بتاعنا النهاردة والى لقون اخر في درس جديد من دروس اللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته